تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا وحرصاً على دعم الجهود الوطنية بقيادة سموم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي للفيروس قامت سفارة مملكة البحرين في إسلامباد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بالتواصل مع المواطنين البحرينيين المتواجدين في جمهورية باكستان الإسلامية للتأكد من أخذهم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وإرشادهم بالآليات المتبعة للتسجيل لأخذ التطعيم منوهة بأن معظم المواطنين المسجلين في السفارة والمتواجدين حالياً في جمهورية باكستان الإسلامية قد باشروا بأخذه وتؤكد سفارة مملكة البحرين في إسلامباد أن البدء في هذه العملية يأتي تتويجاً لحرص مملكة البحرين على عدم ادخار أي جهد في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين من خلال توفير التطعيمات الآمنة لهم مشيرة إلى أن وزارة الخارجية قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وابعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج لمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسير عملية التطعيم في الخارج على أكمل وجه ترجمة نانسي قنقر